السلام عليكم ومرحبا بكم نتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية يارب قبل ما يبدأ الفيديو خوتي ديروا جام على زر الاعجاب هكذا باش يوصل الفيديو الاكبر عدد من المشاهدين القضية انتع ام بيسان والملقبة باسم خديجة اللي دات رواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وولت حديث رأي عام انا البارح كنت قلت لكم انه السبب اللي خل الجاني يضرب ام بيسان هو ماشي بسبب انه هي خرجت دير لايف في الانستغرام قلت لكم انه هي يعني قديمة في مواقع التواصل الاجتماعي والاخ التحاكم يعرف بحكم انه هي عندها حانوت لملابس النساء وكانت تخرج يعني بخيمارها ومسطورة يعني ماشي من هذوك اللي يديروا شقح في التيك توك ولا يسبوه ولا يديروا حاجة تغذب ربي سبحانه لا بالعكس كانت تخرج متحجيبة والكلام التحا ما شاء الله يعني الكلام التحا موزون وتهدر العدرة في بلاستها كيما قلت لكم انه الجاني دار هذا يعني قام بضرب اخته بسبب البنات التحا اللي راكم تشوفوا فيهم في الصور انا انسان والله غير شفتهم قاسة من بلا غير انخلحت يا خاوتي في البداية وبكل صراحة كنت متعاطف مع الاخت ام بيسان يعني كنت درت فيديو مقبل وخرجت وكنت عاتبت الجزائريين وكنت قلت لهم يعني ما تستشفوش في هاد الشي لانه هي بالاخير مرأة والمرأة ضعيفة ولكن انا ما كنتش نعرفش كين خلف السيطار حتى يعني يعطولي ناس مقربين وكانوا قالولي انه الجاني هو انسان ما شاء الله انسان حاج بتربي يعني ما تتصوروش انسان الطيبة التاعه والتربية التاعه والاخلاق التاعه والدين يعني وصلت في وقتها قد ما نقول لكم خوتي على الانسان هذا وعلى الطيبة التاعه وعلى الدين تاعه وصفة اني اللي فيه ما ما نقدرش نوصل لكم الفكرة انا هذا الشي خلاني نشك انه كينا حاجة في القضية ما كيما قلت لكم ما هيش السباء انتع اللايف اللي ذاتو ام بيسان حتى بحثولي اليوم الصباح بعض الفيديوهات اللي اتخص بنات ام بيسان وهنا كانت المفاجأة كبيرة انا هنا قلت انه الجاني هو اللي يعني هو اللي راهو ضحية وام بيسان هي اللي راهي اللي احنا يا الجانية في الاول كان يجي اخ بيسان الخديجة يعني خديجة هذه اللي ملقبة معروفة باسم ام بيسان كان يجي لها يوميا ومرارا وتكرارا كان يقولها يعني بناتك ما تخليهمش يظهروا بهذوك الملابس لانه هو خالهم وكان يحبهم بزاف وكان يغير عليهم من النسمات تعال هو ولكن هي كانت شدة في هذك هذك العقلية تعالي رانا في الفين وربعة وعشرين وراهم منهم ومن بنات الناس يعني راهم عايشين حياتهم هذا الشي اللي متقبلوش الجاني بين قوسين قدكم انا نعتبرو ضحية ما نعتبروش جاني هذا الشي اللي اداه الشرف والدهنيف على ابنات اخته وعلى الدين التاعه وما فقش روحو يعني وجاب موس وضرب ام بيسان يعني بالخنجر اللي دخله لها في رقبتها وخلهو لها ثمك ومباشرة خرجوا سلم روحو للسلطات الامنية هذا الشي اللي دارو بصراحة والله بكل صراحة خلاني نتعاطف معاه بزاف وخلاني نشوفوا باللي هو صح انسان طيب وراجل لانه حب الخير لابنات اخته ولكن هي ما حبتش هذا الشي هي كانت غالطة هي اصلا كانت غالطة ربي حرم الظلم على نفسه ولكن هي بنفسها ظلمت ابنتها لانه لو كانت هي ام صالحة لو كان خرجوا ابنتها صالحين ولكن كما راكم تشوفوا في الفيديو هنا خوتي راكم تشوفو بنتها راهم بخاص كعريانين راكم تشوفوا لا اله الا محمد رسول الله وكأنه احنا مناش جزائريان خصوصا يعني ولاية الاغواط الناس محافظين الناس مدينين ناس ما شاء الله انا مناش نقول الجزائريين ماشي مدينين ولكن ولاية الاغواط معروفة بالدين تحها معروفة بالرجول تحها كي شفت الفيديو هذا تحا هي وبناتها يعني تبحك وبناتها عريانين وتساند فيهم هنا عرفت انه الجاني هو الضحية وأم بيسان هي الجانية بحد ذاتها نتمنى من ربي سبحانه وشالله يشافيك يعني وربي سبحانه لا قومك على رجلك تعرفي بلي ربي سبحانه وحبك وعطاك فرصة ثانية حتى تصلحي وش عملتي في بناتك شوفوا خوته ابنات التحا شوفوا بناتها لا إله إلا الله محمد رسول الله قاسة من بلا كأنهم اقور ما راهم شعرب وما فيهم شرحة الإسلام راكم تشوفوا خاوتي الصورة تعبر عن نفسها للأسف للأسف وش نقول لك يا أختي ربي يهديك إن شاء الله وربي يهدي لك ابناتك لا حول ولا قوتها إلا بالله الوقت اللي الحقنا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي يهدينا إن شاء الله ويثبت علينا العقل الله يهديك يا الأخت بيسان إن شاء الله هتنوضي إن شاء الله تشوفي الفيديو تاعي وإن شاء الله تندمي على الشيء اللي درته في بناتك لأنه هذا الشيء اللي درته راهوا جيريمة في حق بناتك شوفوا الإختلاط إنساء والرجال مختالطين وبنتها يعني بنتها كامل بلبس شبه عاري وهي يعني والعلى بالها بالدنيا هذه وتشوفها تخرج وتقدم نصائح للناس وتهدر على الدين ولكن راكم تشوفوا في بنتها للأسف ربي يهدينا إن شاء الله خاوتيك هش ما يكون جديد أراني نفيدكم في الساعة القادمة